السلام عليكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفو تتمت القسمة الاقليدية اثنان الصفحة تسعة واربعون تمرين التاسع لاحظ المثال ثم اتممل الجدول التالي لدينا المقسوم المقسوم عليه الحصر عدد ارقام الخارج الخارج الباقي المتساوية المميزة للقسمة الاقليدية لدينا هذا المثال عدنا اه الحصر ديال المقسوم هو اه تلاتة وعشرون في عشرة وتلاتة وعشرون في مئة وعدد ارقام الخارج هي اتنين اللي عرفناها من عدد الاصفار لعدد الاكبر في الحصر ودينا الخارج والباقي والمتساوية ان شاء الله نتبعوا على هذا المثال نأخذ هنا حدنا المقسم هو تمانمائة وستة وسبعون اذا نحض تمانمائة وستة وسبعون محصورة بين سبعة وستون في وسبعة وستون في هنا نضرب في واحد وهنا في عشرة او الحاجة ونلاحظوا اذا كان ممكن او لا اه منتا نضرب سبعة وستون في عشرة كنت بحدنا ستمائة وسبعون اذا ستمائة وسبعون اصغر من تمانمائة وستة وسبعون نضيفه الصفر هنا والصفر هنا وهذا دلنا الحصر ديال المقسوم اذا عدد ارقام الخارج وهو حسبه كم عدد اصفار اللي هنا عدنا واحد اتنين اذا اتنين الخارج اتناشر الباقي تسعة عفوا تلاتة عشر تلاتة عشر والباقي هو خمسة. المتساوية المميزة للقسمة هي المقسوم عليه هو تمانمائة تمانمائة وستة وسبعون يساوي المقسوم عليه سبعة وستون في الخارج لهو تلاتة عشر زائد الباقي اللي هو خمسة بعدنا خمسة اصغر من سبعة وستون اللي هو المقسوم عليه اي ان الخارج ارى من المقسوم عليه. المتساوية تانية بدنا الفان وخمسة محصول بين مئة وتلاتة وستون في دائما ننضير واحد بدنا المئة وتلاتة وستون في عشرة حتى نتحققوا ان هذا العدد اكبر من الفان وخمسة اه يساعدنا مئة الف وستمائة وتلاتون وهو اصغر من الفان وخمسة اذا نضيفه الصفر اخر وهنا نضيفه الصفر وهذا هو الحصر فهدد ارقام الخارج نحسبه عدد اصفار هنا واحد اتنان اذن اتنان اه الخارج هو اتنى عشر والباقي هو تسعة واربعون المتساوية وهي الفان خمسة ساوي المقسم عليه هو مئة وتلاتة وستون زائد الباقي لهو تسعة واربعون وتسعة واربعون لهو الباقي اصغر من المقسم عليه لهو مئة وتلاتة وستون ثم عدنا تسعة الاف وتسعمائة واحد وتمانون وهو المقسم دائما نقوموا بالحصر ساتة الاف تسعمائة واحد وتمانون المقسم عليه هو مئتان وواحد في واحد هنا مئتان وواحد في عشرة ما ليش هكتبونا شوية باش قدنا دروستفر الاول اذا اولادنا الفان وعشرة اصغر من تسعة الاف وتسعمائة واحد امانون اذا نضيف الصفر الاخر وهنا نضيف الصفر اذا هنا تولادنا عشرون الف ومئة اكبر من تسعة الاف وتسعمائة واحد وتمانون عدد ارقام الخارج واحد اتنان اذا اتنان الخارج هو تسعة واربعون الباقي هو مئة واثنان وتلاتون والمتساوية الميزة للقسمة هي تسعة الاف وتسعمائة واحد وتمانون يساوي المقسم عليه هو مئتان وواحد في الخارج وهو تسعة واربعون زائد الباقي وهو مئة واثنان وتلاتون ومئة واثنان وتلاتون وهو الباقي اصغر من المقسم عليه وهو مئتان وواحد تمرين رقم عشرة ارادت تعاونية تعاوني الانتاج الحليب تفريغ محتوى صهريج به تلات الاف وتمانون او اربعة وسبعون لترا من الحليب في براميل يسع كل واحد منها خمسون لترا الاف ما عدد البراميل اللازمة توافرها وكم يتبقى اذا نحاولو نحسبو عدد البراميل كيف هنحسبوها هناخدو اه عدد الليترات اللي بالسهريج ونقسموها على خمسون اذا نحاولو ثلاث الاف وتمانون مئة اربعة وسبعون مقسوم على خمسون تساوي سبعة وسبعون والباقي هو اربعة وعشرون اذا عدد البراميل البراميل اللازم توفرها او توفرها هي هو سبعة وسبعون برميلا اذا هو يتبقى اربعة وعشرون لترا من الحليب بائدة افرغ محتوى الصهريج بكامله في اواني تسع كل واحدة منها خمسة لترات فما هو عدد الاواني المملوءة وكم يتبقى من الحليب بالصهريج بالصهريج اذا دائما ناخد عدد لترات بالصهريج ونقسمها على خمس لترات اللي هو سعة اه كل واحد منها الاواني المراد تفريغ الحليب بها ونقسمها على خمسة تساوي سبعمائة واربعة وسبعون والباقي هو اربع لترات عفوا الباقي هو اربعة اذا عدد الاواني هو سبعمائة واربعة وسبعون عانية و ويتبقى اربع اربع لترات من الحليب بالصهريج مر التمرين رقم احضا عشر ساهم تلاميذ القسم السادس بمدرسة نعب نفس المبلغ لشراء شارة تضامن من اجل محاربة الفقر بحيث كانت مساهمة كل تلميذ هي مائتان وخمسون سنتيما مجموع المساهمات هي تمانية الاف سنتيما ألف مع عدد تلاميذ القسم إذا لاحظنا أن كل واحد من القسم ساهم بمائتان وخمسون سنتيما وكان مجموع المساهمات هو تمانية الاف سنتيما إذا ناخده تمانية الاف ونقسمه على مائتان وخمسون بذلك نحصل على عدد تلاميذ القسم لأن كل تلاميذ القسم ساهموا بهذا المبلغ إذا ناخده تمانية الاف تقسمه على مائتان وخمسون ساوي اثنان وثلاثون تلميذ القسم هو اثنان وثلاثون تلميذ ما عدد الشعرات المشترات إذا كان الثمانة الشعر الواحدة هو ثلاثة مائة وخمسون سنتيما إذا ناخده تمانية الاف نقسمه على ثلاثة مائة وخمسون سنتيما سنتيما ونعرفه وش حال تعشرة آآ المشترات إذا تمانية الاف مقسمه على ثلاثة مائة وخمسون تساوي اثنان وعشرون والباقي هو ثلاثة مائة إذا عدد الشعرات المشترات هو اثنان وعشرون شعر جي ما هو المبلغ المتبقي بما أن العدد المتبقي في القسمة قد أنه ثلاثة مائة هو الباقي فالعدد المتبقي هو أو المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي هو ثلاثة مائة سنتيما تمرين ما عشر يريد فلاح أن ينقل أن ينقل الف وتسعمائة وستون كيلو جرام من البطاطس إلى السوق الأسبوعي في سناديق حمولة كل صندوق هي اثنين وتلاثون كيلو جرام أو كيلو جرام ألف كم يملأ هذا الفلاح من صندوق إذن ناخده آآ عدد الكيلوات دي البطاطس ونقسمها على سعة أو كم يسع الصندوق أو حمولة الصندوق اللي هي اثنين وتلاثون كيلو جرام ناخد آآ ألف وتسعمائة وستون قسمها على اثنين وتلاثون ثلاثون بطن واحد وستون والباقي هو تمانية إذن عدد صندوق آآ التي سيحملها أو يملأها الفلاح وهي آآ واحد وستون ملؤة وزائد الأخرى التي تحمل فقط تمانية كيلو جرامات إذن واحد وستون زائد واحد هي اثنين وستون صندوقا إنه غادي آآ كل صندوق غا تاخذ مين وثلاثين صندوق غا تلين وثلاثين كيلو جرام وصندوق واحد هو اللي غا يبقى فيه تمانية كيلو جرامات إذن المجموع ديالهم بزوج هو اثنين وستون صندوقا ثلاثين 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 ستون صندوقا نملأها الفلاح با ما عدد الرحلات التي يقوم بها اللي حمل منتوج إلى السوق بواسطة شاحنات التاسع لسبعة عشر صندوقا احنا عدنا اثنين وستون صندوقا إذن ناخدوا اثنين وستين ونقسموها على سبع طاعش ونشوفوا وش حال من الرحلة غادي ناتي غا يقوم بها بواسطة هذه الشاحنة ثلاثين وستون مقسموها على سبع طاعش نساوي ثلاثة والباقي هو احدى عشر اذا ثلاث ثلاثة رحلات اللي غادي تكون بها الشاحنة تحمل سبع طاعش صندوق وغادي تبقى لنا في الرحلة الاخيرة احدى عشر صندوقا وفي المجموع غادي يكون اربع رحلات هذه هما اللي قام بهم الفلاح او لحمول اعفونا دي الرحلات لقم بها الفلاح لتحميل الحمولة وتوصلها الى السوق بواسطة هذه الشاحنة اللي تتحمل سبع طاعش صندوقا في الرحلة بتاني ندرو اذا اربع اربع رحلات نقوم بها هذا الفلاح بواسطة الشاحنة جيم معدد صندوق التي تحملها الشاحنة في هذه الرحلة قلنا احدى عشر صندوقا عدد صندوق التي تحملها الشاحنة في الرحلة الأخيرة هو احدى عشر صندوقا تمرين تلتاش اذا كان تمن تذكيرات دخول الاطفال الى المسرح هو خمسة عشر درهما فما عدد المتفرجين اللازم ليحقق صندوق المسرح دخلا يفوق خمسة آلاف درهم ويقل عن خمسة آلاف وسبعة وعشرون اشترك لديهم اذا نحاول نحاول نوجد هذا المبلغ اذا نحسر لكم محصور ما بين انا خمسة الاف وخمسة الاف وسبعة وعشرون. كلنا الدخل محصول ما من خمسة الاف وخمسمائة وسبعة درهم. اذا خاصة نلقى المبلغ يكون من مضاعفات خمسة عشر لانها قلنا اه اذا كان تدكير الدخول الاطفال الى المسرح هو خمسة عشر درهم. هس يكون فوق خمسة عشر درهم او عفوا من مضاعفات خمسة عشر. ويكون اصغر من خمسة الاف وسبعة وعشرون. نشوف العدد اللي اصغر من خمسة الاف وسبعة وعشرون مباشرة وهو خمسة الاف وستة وعشرون. وهذا اه العدد ليس من مضاعفات العدد خمسة عشر. اذا خمسة الاف وخمسة وعشرون هو المبلغ. خمسة الاف وخمسة وعشرون. وناخد خمسة الاف. خمسة الاف وخمسة وعشرون. ونقسموها الى خمسة عشر. لمعرفات عدد المتفرجين اللازم لتحقيق هذا المبلغ. ويساوي ثلاثمائة وخمسة وثلاثون. اذا. عدد المتفرجين هو ثلاثمائة وخمسة وثلاثون متفرجين.